اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صلي على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريتي ولبيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله ساعات ويصبح رمضان ذكريات ساعات ويصبح رمضان ذكريات وداعا رمضان ونحن في الساعات الأخيرة من شهر رمضان وقد تبقى على نهاية شهر رمضان حوالي خمسة وخمسين ساعة أو خمسين ساعة بيننا وبين نهاية هذا الشهر العظيم يعني بيننا الآن أبواب السماوات السبعة لا تزال مفتوحة وأبواب الجنة الثمانية لا تزال مفتوحة وأبواب الخزائن لا تزال مفتوحة فهل استعد قلبك لللحظة التي سينتهي فيها هذا العرض الرباني هل استعد قلبك لللحظة التي ستنتهي فيها أو ستغلق فيها هذه الفرصة العظيمة إخواني وأحبابي في الله وده عن رمضان رسائل في نهاية رمضان الرسالة الأولى إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي حسنه الألباني التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان خليك صاحي للنهاية خليك مستيقظ للنهاية سواء رمضان 30 أو 29 يوم لآخر ليلة في رمضان افضل منتظر ليلة القدر وافضل متحر ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري التمسوها في العشر الأواخر لتسعين مضين لتسعين مضين يعني ليلة 29 التمسوا ليلة القدر ليلة التاسع والعشرين يا إخواني في الليلة وجالك ضيف وانت استقبلته استقبال يعني عظيم وهو جاي يمشي قلت له الباب عندك خذ الباب وراك هتضيع جمال الاستقبال كله اوعى تضيع جمال استقبالك لرمضان اوعى تضيع فرحتك باستقبال رمضان بانك انت توضع ورمضان ودع فاتر ودع خلاص بقى لسه يومين ورمضان يخلص وكل الأشواق الوقت اللي ما بعد رمضان من العيد والذي بعد هذا الأمر اوعى تضيع استقبالك لرمضان العداء لما بيكون في مصاب الجارية طويل لما بيجي في اخر 200 متر بيموت نفسه فيهم يعني المفروض انك تموت نفسك في النهاية مش المفروض انك انت عشان كده الله جعل في نهاية الاعمال جوائز غير بداية الاعمال خالص يعني يوم الجمعة ساعة الاجابة من يوم الجمعة امتى اخر ساعة في يوم الجمعة اخر ساعة ليه مين اللي هيواصل للنهاية المواصلون حتى النهاية لهم جوائز لذلك في الخواتيم جوائز لا توجد في الابتداء لذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تبعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعطق في اخر ليلة من رمضان قدر ما اعطى قطيلة الشهر يعني كل اللي بنقول يا رب جعلنا من عطقائك من النار في هذه الليلة اخر ليلة من رمضان يعطق الله سبحانه وتعالى فيها قدر ما اعطى قطيلة الشهر لان النهاية دي لها جوائز يا جماعة منظر اللي واقف يقوم الليلة حد اخر ليلة في رمضان سواء تلاتين او تسعة وشين يوم النهاية دي لها جوائز النهاية لها جوائز عشان كده في العاش الأول من ذي الحجة اخر يومين اللي هم عرفوا يوم العيد هم اعظم يومين اصلا فيهم بل اخر تلات يوم هم اعظم تلات يوم فيهم فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية ان الخواتيم لها جوائز عشان كده لسه ليلتين في رمضان باذن الله لسه ليلتين والنبي في صحيح البخاري حديث اللي احنا لسه ايلين جزء منه التميسوها في العاش الأواخر من رمضان لتسع مضاين او لسبعين بقاين ليلة تسعة وعشرين يا ليلة تلاتة وعشرين ليلة تلاتة وعشرين كانت ليلة مرجح ان تكون ليلة القدر لسه ليلة تسعة وعشرين بقى يعني النبي عليه السلام اشار الهتين الليلتين لتسع مضاين ليلة تسعة وعشرين تسعة ماضه خلاص او لسبع بقاين يعني اطرح سبعة من تلاتين يوم بتوع رمضان يبقى ليلة تلاتة وعشرين رمضان يبقى احنا احنا اذا لسه على مشارف ليلة منتظر وليلة تمانية وعشرين ليلة الليلة على قول بعض العلماء انها ممكن ان تكون ليلة القدر ايضا يبقى انما الاعمال بالخواتيم يا جماعة مفيش طالب سانوية عامة بيذاكر المنج وبيجي اخر بابين في المنج يقولك انا محطش فاضة ذاكر خلاص انت الوقت لسه لك بابين في المنج لسه لك فصلين في المنج ممكن السؤال الاساسة بو خمسة وعشرين درجة ييجي منهم ممكن السؤال الاساسي في ورقة الاجابة ييجي في ورقة الاساسة لا ييجي منهم ممكن ليلة القدر تيجي من الليلتين دول لانه لا تمييز كما رأينا ليلة السبعة وعشرين مبارح الشمس لم تطلع بيضاء الشمس لم تطلع بيضاء علامة ليلة القدر لم تظهر يعني إذن يعني كما قال العلماء الكلامة اللي عادينا نقوله بقالنا عشر ايام يا أخوانا مش لازم تبقى 27 يا أخوانا إن كانت هي أرجح الليالي عند جمهور الفقهاء إلا أن العلماء قالوا أنها متنقلة وأنها لا تثبت في ليلة وأنها سنة تأتي سبعة وسنة تأتي واحد وسنة تأتي تسعة إذن إنما الأعمال وبالخواتيم مين الله يوصل للنهاية ومن الله يكمل للنهاية الرسالة الثانية من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من كان يعبد رمضان قال تعالى وهو يتحدث عن الإفاضة من عرفات عرفات أعظم موسم للمغفرة عرفات إن للحجاك خارجين منه كيوم ولدتهم أمهاتهم ما فيه الزنوب خالص قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله يا رب كان متوقع وأسبحوا الله وأحمدوا الله وأشكروا الله إنما استغفروا يا رب ده إحنا لسه خارجين صفحة بيضة وإحنا لسه جوال عبادة أصلا يعني أنا خارج من عرفات طالع على مستالفة يعني ما فيش مجال إن أنا أعمل الزنوب أصلا يعني محدش لاحي إنه هو يفنب وربنا يقول لك استغفروا الله ليه مراد الشرع كده أن تبدأ الأعمال بالتوبة وأنت اختمها بالتوبة فلابد كما بدأنا رمضان بالتوبة أن نختم رمضان بالتوبة أن تزيدك العبادة انكسارا على انكسار العبادة ما تخلكش تشوف نفسك العبادة ما تزودكش إلا انكسار عشان كده في سورة نوح بعد تسعمية وخمسين سنة دعوة إلى الله في سورة نوح آخر آية رب اغفر لي ولي والدي يا ولي من دخل بيتي يا مؤمنا الاستغفار اوعى الدعوة إلى الله لا تزيدك إلا انكسار عشان كده في آخر سورة المزمل سورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل النبي رجله اتفطرت عليه الصلاة والسلام والصحابة رجلهم بقت عاملة زي جزوع النخل وارمت من كتر قيم الليل وآخر آية فيها واستغفر الله إن الله غفر ورحيم يا رب بعد كل العبادة دي لازم عشان كده قول الله في آخر سورة البقرة وقالوا سمعنا وقطعنا غفرانك يا ربنا طب انت سمعت وقطعت هتستغفر على ايه تستغفر على اي تقصير صدر منك في الطاعة لازم بعد الصلاة اول كلمة تقول لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ده انت لسه خارج من الصلاة استغفر ربنا استغفر لانك لا تدري التقصير اللي انت فيه لا تدري كم انت مقصر في حق الله وفي اول فصلت فاستقيموا اليه واستغفروا طب يا ربنا مستقيم استغفروا لانك لابد حيوع منك حاجات في طريق الاستقامة لابد عشان كده لابد ان نودع رمضان بالتوبة لابد ان نودع رمضان بالانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى من كان يعبد رمضان فان رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت لازم يا إخواني الشيطان مستنينا يعني 48 ساعة ومرضة الشياطين ستفك 48 ساعة وسلسلة الشياطين ستفك والشيطان خارج مجروح خارج متعور يعني خارج ينتقم خارج يعوض شهر الأمة يعني أقبلت فيها على ربها عايزين صفعة على وجه الشيطان عايزين نواجه إبليس باليقين بالله سبحانه وتعالى والعزم الشديد فيما بعد رمضان الرسالة الثالثة فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب يعني أول ما تخلص عمل صالح انصب في العمل الذي يليه كما قال الألوسي في تفسيري في الروح المعاني قال فإذا فرغت فانصب أي كلما فرغت من عمل صالح فانصب في الذي يليه ما تقافش لأنك أنت العمل الصالح عامل زي حصن فأنت طول ما أنت بتعمله في حصن لو أنت ريحت بعد العمل الصالح يعني أنت بقيت في الشارع الشيطان هينشك على طول يبقى لازم تبقى من حصن الحصن فالمؤمن إذا ارتاح غفل والنعيم لا يدرك بالنعيم والشمس لو توقفت في كبد السماء لكرهها الناس والماء لو توقف عن الجريان لتعفن وأسن المؤمن ما ينفعش يقف المؤمن ما ينفعش يتوقف عن العمل الصالح أبدا فإنه إذا ارتاح غفل نحن في الدنيا نتزود من الأعمال الصالحة حتى نلقى الله ما فيش راحة جماعة الدنيا ما هيش دار راحة الدنيا دي دار انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن نتزود من العمل الصالح فلا يدري أحدنا متى سيموت لا يدري أحدنا متى سيلقى الله فإذا فرغت فانصب اسأل نفسك إيه العمل اللي انت خلقت بي من رمضان لازم تسأل نفسك السؤال ده الذين يستمعون القول فا يتبعون أحسنة فين يتبعون أحسنة بقى انت بقى لك شهر بتستمع القول بقى لك شهر بتسمع للقرآن وبتسمع للدروس الإيمانية فين يتبعون بقى مش يستمعون فيستمتعون أين الاتباع لأحسنة إيه أحسن عمل عرض عليك في رمضان قرأته في القرآن أو عرض عليك في رمضان إيه العمل اللي انت هتخرج به هتخرج ثابت على قيام للمعين هتخرج ثابت على ورد صيام معين هتخرج ثابت على ورد ذكر معين هتخرج بإيه المولد ده هتخرج منه بلا حمص كل سنة الأمة بتخرج من المولد بلا حمص هتخرج منه بإيه بماذا ستخرج من رمضان إيه العمل اللي انت خرجت به من رمضان لازم تقرر إخوانا الكلام ده مش تبكيد يعني الكلام ده مش كلام واضي أو الله هنخرج بإيه قرر خد قرار افصل فلما فصل طالوته بالجنود قال إن الله ممتلكم بنار افصل خد قرار خد وجهة لازم تخرج من رمضان فاصل لازم تخرج من رمضان عارف وجهتك اللي انت خرجت به من رمضان قلبك تغير فيه إيه نفسك تغيرت فيها إيه وجهتك تغيرت فيها إيه عزمتك تغيرت فيها إيه ترتيب حياتك تغير فيه إيه لازم تفكر إيه الأخ اللي انت خرجت به من رمضان من الصاحب الصالح رمضان هو موسم فضح الصالحين رمضان فضيحة للصالحين إزاي يعني برا رمضان اللي بيقوم الليل بيقوم الليل في بيته واللي بيصوم محدش داري بيه أصلا بالذات المكتهدين في الصيام زي الصيام يوم ويوم ولا حد يدر عنهم حاجة ولا حد يحس بيهم أصلا فرمضان بيجي بيفضح الأمة وساط بعض زي اعتكاف كده كله بان بقى كله عبادته بانت العابد بان والمكتهد بان والقوان بان فبدأت الناس تعرف بعض بدأت الناس تعرف يعني الصالحين من سمتهم والله وحسيب الجميع اوعى من الليلة داي كلها ما تخرجش بصاحب صالح ما تبقى الزد واحد جديد توسمت في الصلاح وتوسمت فيه انه معين لك في الطريق لله وما تخرجش به الرسالة الرابعة رمضان بداية وليس نهاية رمضان بداية وليس نهاية دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة ان في ناس بالنسبة لها الحمد لله رمضان اللي جاي بقى ان شاء الله بإذن الله رمضان بداية يا اخواني وليس نهاية اللي تعرفين الغنيمة الصغرى لرمضان هي ليلة القدر والغنيمة الصغرى ليلة القدر يا اخواني الغنيمة القبرى هي تغيير مصاري الحياة ان ربنا احياك تلاتين سنة كمان لسه ما انت لسه عندك تلاتين ليلة قادر انت لو ما خرجتش عارف نيتك وعارف وجهتك ومغير قصدك وفاصل لطريق الطاعة انت كسبت رمضان واخسرت تلاتين رمضان القضية قضيت قضية نيتك اتغيرت رمضان عامل زي جيش هو الجيش لما بيعمل مناورات عسكرية معناها ان الجنود بيروح يروحوا بيتهم ده يبقى هزل ده يبقى مصلحة هزلية ما يبقاش جيش يبقى ينفع ده فيلم كوميدي ان الجيش يعمل تبرينات عسكرية وفي الاخر يا الله يا جنود بقى الف مبروك روح على بيتكم وانتو كده كويسين المناورات العسكرية معناها ان في حرب الجيش داخلها يبقى المناورات العسكرية والتدريب العسكري كان في رمضان والحرب مع الشيطان ومع النفسه بعد رمضان بدان فيه جندية زي العبادة في رمضان يبقى فيه معركة وهي التي بعد رمضان طيلة الحداشر شهر ما ينفعش المنتخب القومي يعمل معسكر وبعد كده يروحوا بيتهم ده يبقى كلام نكت يا جماعة لا يقين المعسكر يبقى فيه بطولة داخلنا يبقى احنا الوقت عملنا معسكر في رمضان يبقى يقين ان فيه بطولة داخلنا ايه البطولة دي اللي هي بطولة الحداشر شهر بين يدي الله سبحانه وتعالى من الذي سيواصل ومن الذي سيكتهد الرسالة التالية الرسالة الخامسة رمضان اثبت ان انت تقدر اديك ادرتهو تلاتين يوم صمتهم وربعض يعني نعر ابيض يعني احنا كنا في ستة من شوال يقولك تصوم الستة من شوال وتلاقي معظم الناس جايلك قبل شوال بيومين يقولك انه لسه مبردش اصوم احمل قوم استاتقلهم ونقول للناس مثلا تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر ياه ده الموضوع صعب جدا اديك اهو بمشاكلك الصحية بكل ما انت فيه صمت تلاتين يوم وربعض وربعض وقمت تلاتين ليلة وربعض وربعض اديك وبتروح الشغل بتاعك معظم الناس وبتروح الشغل بتاعك وانت بتقوم وختمت القرآن وانت صايم مش صايم دايخ مش قادر اعمل حاجة وقريت اديك ادرت اهو اديك ادرت من الذي اعانك الله الذي اعانك في رمضان يعينك بعد رمضان فرب رمضان هو رب بق الشهور وانت لم تستمد هذه الطاقة من رمضان انما استمدتها من الله سبحانه وتعالى والله حي لا يموت يبقى يا رمضان اثبت ان انت تقدر طب يا ترى انت من الوقت عملت خطة بعد رمضان ايه يعني ناوي تخرج على الصيام اثنين وخميس خلاص ثابت مطلق في الحياة ما عدتش هتتنقص عنه بيذن الله ناوي قيام الليل طب حددت هتقوم بعد العشاء ولا قبل الفجر ولا قبل ما تنام طب حددت هتقوم نص ساعة ولا ساعة ولا اكتر ولا اقل طب حددت هتقوم بركعتين وتقرى فيهم وردك من القرآن ولا هتقوم بركعات كثيرة او باحداشر ركعة كالنبي صلى الله عليه وسلم حدد حدد اخرج بخارطة طريق حددت ليلة العيد هتقوم الليل ولا لأ وهتقوم الليل امتى اول ليلة بعد رمضان اوعى اوعى تقع من اول ليلة اوعى تقع من اول ليلة ولو كان نص ساعة كم ليل انما اوعى تقع من اول ليلة حددت ولا لأ حددت هتخرج من رمضان حددت هتصوم الستة من شوال اثنين وخميس في اتنين وخميس عشان تلقط بقى في هذا النظام من الصيام ولا لأ رمضان اثبت ان انت تقدر والشيطان طول السنة قاعد يقولك مش هتقدر والشيطان بيدحك علينا وبنصدقوا وبنقول مش هنقدر وجينا في رمضان اكتشفنا ان واحنا صايمين روحنا الشغل اللي كنا لنا تخيلوا ان واحنا صايمين قرنا قرآن ان واحنا خارجين من الصيام ووكلين وعايزين ننام مش قادرين قمنا صلينا ساعتين ترويح والكلام ده تعمل كل يوم والكلام ده استمر ثلاثين يوم ورا بعضه رمضان اثبت ان انت تقدر الرسالة السادسة انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان سينقضي العمر رمضان ده نموذج لعمري وعمرك هيخلص هيخلص زي ما رمضان خلص فاكرين مبارح ها يعني الواحد بيتذكر واحنا لسه في اخر جمادة تاني واحدين نقول يا جماعة يلا رجب جاي يلا على موسم العبادة يلا من اجل معسكرات الاستعداد لرمضان وبعد كده وجاء رجب شوية وقلنا وجاء شعبان شوية وقلنا اقبلت يا رمضان شوية وقلنا انتصف رمضان شوية وقلنا عشر تيام العناية المركزة بتوعد الاعتكام خلاص يا جماعة هو ده العمر يا اخواننا هو ده العمر والواحد بيقول قبل رجب يلا عشان نقوم الواحد كان جوا نفسه كده ياه هو بجد هنقدر نوصل للتلت شهور دول هو بجد ده عما رمضان يخلص ده لسه عمر اهو العمر راح اهو رمضان خلص لسه على تمانية واربعين ساعة ان كان لنا حياة لنشهد نهاية رمضان هذا العام او انقبضان الله سبحانه تعالى اليه فلا يدري احد متى متى اجله انقضى رمضان وسينقض العمر كما انقضى رمضان نزيف العمر احنا عاملين زي واحد يعني معمول له يعني سيرنجة كده من شريان وقعدين يسحبوله اطرى اطرى من دمه انت كل ساعة وكل سانية وكل دقيقة وكل يوم قعدة تسحب من عمرك العمر هيخلص هيخلص فهل اتقيت الله في هذه الايام هل اتقيت الله في عمرك هل استعددت للحظة لقاء الله سبحانه وتعالى هل فرغت طاقتك من اجل ان تستعد للحظة نهاية العمر زي ما الوقت احنا على مشارف نهاية رمضان كده لحظة نهاية الكرة الارضية اخر لحظة في عمر الكرة الارضية في قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامة والارض القبض لحظة القبض يعني لما انسان يقبض يبقى مات الارض هتقبض جماع الارض ده تموت الارض دي اخر لحظة في عمرها والارض جميعا قبضته والارض في قبضة الملك من قبل ومن بعد وربنا سبحانه وتعالى لما يقولك ابضنا على المجرم لحظة الابض على كل مجرم الارض لحظة الابض على كل عصات الارض والارض جميعا قبضته يوم القيامة الارض بتنتهي وربنا بيخلق ارض ثانية اسمها الساهرة لان الناس تصهر عليها خمسين الف سنة للحساب فيش حاجة اسمها بعد عشر تلاف سنة اما ميل شوية فيش حاجة اسمها بعد تلاتين الف سنة اما اخد لي غوط صنوم كده مفيش حاجة اسمها بعد خمسة واربعين الف سنة اخد لي راحة ساعتين عشان اعرف اواصل الفزع اكبر من ان يفكر اي انسان في النوم والاحداث احول من ان يفكر اي انسان في مسؤول حساب يعني يوم الايامة اخواننا لما بتقرأ مالك يوم الدين بفتكر يوم ظهور نتيجة السنوية العامة يوم الدين يوم ظهور نتيجة السنوية العامة بتاعت الاخرة مين هيدخل فردوس اعلى ومين تنسيقه جبله جنات عدن ومين التنسيق بتاعه هيودي جنات المأوى ومين التنسيق بتاعه هيرفعه مع النبي عليه السلام ومين تنسيقه مع اصحاب اليمين وعمة اهل الجنة ومين سعود ومين ماهش داخل الجنة ولا عزو بالله ومين ومين يعني يوم الدين يوم ظهور النتيجة بتاعة مصير البشر ومصير الإنسانية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ثم اللحظة الأخيرة في عمر السماوات والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أقوى واحد في العالم ما عرفش يطوي العمود ده بيمينه أقوى واحد في العالم ما عرفش يطوي الشجرة اللي قدام المسجد ده بيمينه والسماوات ما طويات بيمينه القدرة الخالقة والقدرة المذهلة وعزة الله بعد أن خلق هذه السماوات السابعة في لحظة الله يطويها الله قادر أن يخلق ما يشاء وأن يفني ما يشاء وأن يعيد خلق ما يشاء سبحانه وتعالى وقت ما يشاء وكيف ما يشاء والسماوات مطويات بيمين إنقض رمضان وسينقض العمر كما انقض رمضان الوقفة السابعة أو الرسالة السابعة ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة اوعى اللي انت بنيته في رمضان تهده بعد رمضان اوعى اللي انت كسبته بالعبادات تضيعه في عقوق الأرحام بعد رمضان أو في العيد اوعى الحسنات اللي انت كسبتها من العبادات تضيحها بسوء المعاملات بعد رمضان تضيحها بعدم الأمانة في المال الحلال في الشغل بتاعك بعد رمضان تضيحها في الاستهانة بالأمانة في أداء حقوق الناس في الشغل الدنيا وبتاعك تضيحها في عقوق والدين تضيحها في قطيعة رحم تضيحها في أن ليك قريب بقى لك خمس سنين لا بتسلم عليه ولا بيسلم عليك وخلاص يا عم هي كده يا عم ده ظلمني وأزاني وكان عايز يأكل ورس وكل كلام ده كلام قضى أين صلة الرحم أين صلة الرحم التي فوق أي اعتبار أين الرحم التي ستأتي يوم القيامة ويوعدها الله أن من وصلك وصلته ومن قطعك بتدته ومن قطعك بتدته هبدته ربنا بيقولها اقطعه إلا هيقطعك اقطعه تخيل لو ربنا اقطع ولا ياذب الله عن عبد من عبادي مدده ورحماته في الدنيا والآخرة فأين ياذب هذا العبد أين ياذب وماذا سيفعل ولا ياذب الله يبقى إذن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة اوعى اللي انت بنيته في رمضان تضيعوا بمعصية بعد رمضان تضيعوا بشهوة بعد رمضان تضيعوا بمعصية السر بعد رمضان تضيعوا بتفريد بعد رمضان اوعى اوعى تبقى عامل زي اللي كسب مليون جنيه وراح رمهم في الأرض اوعى تبقى عامل زي اللي customizable بورج وبعد كده جاب انبلاء ام 패جرها فيها ام جاب مساويب الارض ولا تكون كالتي نقدت غزلها من بعد قوة انكاثة الرسالة الثامنة بئسة الاسم الفسوق بعد الايمان بأس الاسم الفسوق بعد الايمان بأس الاسم الانتكاس بعد العبادة في رمضان بأس الاسم العودة الى اطلاق الجوارح في الحرام بعد انسعت فطاعة الله في رمضان بأس الاسم الفسوق وبعد الايمان اوعى اوعى تبقى المثل ده اوعى تبقى كده اوعى تبقى اللي ربنا قال عليهم هذا الكلام اوعى تبقى فانسلخ منها فاتبعوا الشيطان اوعى تسلط الشيطان عليك تاني بعد ما ربنا رحمك منه وبعد ما ربنا اعتقك منه اوعى بعد ما ربنا افل ابواب النار عنك تفتحها بايدك تاني اوعى بعد ما ربنا فتح لك ابواب الجنة بايدك تقفلها بايدك على نفسك اوعى ولا تكونك التي نقطت غسلها من بعد قوة انكافة الرسالة التاسعة لا يتشاعري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه من المقبول يا جماعة الناس اللي قاعدة الوقت ديت في ناس مننا خرج من رمضان فيزة بالفردوس الأعلى في ناس مننا خرج من رمضان خلاص خدت عدقه من النار خلاص في ناس مننا خرج من رمضان فيزة بأبواب الجنة التمانية في ناس مننا خرج من رمضان ربنا عفى عنها خلاص تماما وفي ناس خرج زي ما دخلت بل في ناس خرج أسوأ مما دخلت راغي ما أنف ومرين أدرك رمضان ولم يخفى الله اللي يدرك رمضان ولم يخفى الله يعني منظر مبالح لين 27 والمساجد الناس فيها بتعبد ربنا والأحاوي مليانة برضو مليانة والشباب قاعد يشدوا سبحانك يا رب في هذه الليلة في هذا الموسم قلت فعلا راغي ما أنف ومرين أدرك رمضان ولم يخفى الله بعد ما ربنا يعمل لنا كل الموسم ده وكل الوليمة الإيمانية ده ويجي واحد يقول مش لزماني في حاجة مزاجي مش جايبني لها راغي ما أنف يتمرمخ منغيره في التراب يوم القيامة من الظل على أي حد يديله حسنة ومحدش هيعبره ولا حد هيبصله مين اللي هيفرط في الحسنة العملة الصعبة يوم القيامة من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه يعني المقبول بنقوله إن سواب الحسنة الحسنة بعدها يا من اجتهدت في رمضان علامة قبول الله لك في رمضان إن ربنا يفتح لك أبواب العبادة بعده يعني الحسنة عملة زي واحد بيشد حبل بيشد جزء بيجيله اللي بعده يشد اللي بعده يجيله اللي بعده والسيئة عملة برضه زي اللي بيشد حبل بيشد جزء يجيله اللي بعده فعلامة الحسنة الحسنة بعدها وعلامة السيئة السيئة بعدها والعذو بالله لو ربنا فتح لك أبواب طاعته بعد رمضان يبقى ربنا قابلك في رمضان يبقى ربنا قابلك عبادتك في رمضان عشان كده قف على باب الله وافتقر إلى الله طب اللي راح منده رمضان اللي ضيع رمضان يعمل ايه اول حاجة يلحق الليلتين اللي بقيين ده لو صادق ده لو صادق يلحق الليلتين اللي بقيين يمكن السؤال الكبير يجي منهم يبقى نصيبه الحاجة التانية مواسم الخير اللي تنتهي لسه جاي الستة من شوال ولسه جاي عشر من زي الحج اللي هو ما أعظم من رمضان كمان بل أعظم من العشر الأواخر من رمضان على قول جمهور العلماء ولسه جاي محرم ولسه جاي موسم الحج ولسه جاي العمرة اللهم لك الحمد كثر خير الله وطاب والطلت الأخير من اللي ربنا بيتنزل منه سابت لا يتوقف على رمضان أو بره رمضان ويوم الجمعة وساعة الإجابة فيه العيد بتاعنا الذي تقوم فيه القيامة يبا إذن يا من فردت في رمضان ابتدر وبادر وأصلح الرسالة العاشرة هناك من ينتظرون العيد وهناك من لا ينتظرون إلا أن يتوقف قصف النيران عليهم في ناس مننا مستنية العيد ومستنية أنها تجيب لأولادها بلالين في العيد ومستنية أنها تخرج في أنهجنا في العيد وهتتفسح وهتفسح حلاف في العيد ولينا إخوان ولا حسين أني في عيد جاي كل قضيتهم إزاي القصف النار اللي قاعدين يتعرضوا ليه ده يتوقف كل قضيتهم إزاي أولادهم يخرجوا بيهم من العيد وهم مش مقتلين هيدفنوا كم واحد في أول يوم في العيد هيصلوا كم جنازة وهم بيصلوا العيد في غزة هيصلوا على كم طفل مية وستين طفل مقتول لحد من يومين فاتوا مية وستين ربع القتلى هناك من الأطفال ربع القتلى سبحان الله العظيم أخيرا يقولوا الدم العربي تساويتوا الماء أصبحتوا لا طعمة لا لونة لا رائحة خلاص كأن ده مية كأننا حنفيات مية مفتوحة في غزة يعني مشهد يعني رأيته يمزق القلب تمزيقا جايبين وهم عادين يرشوا بالخراطيم الأرض عشان يشيلوا الدم بتاع منظر الخرفان بتاع أول يوم العيد اللي احنا كلنا حفظينه في أول يوم العيد لما الخرفان بتذبح ويقعدوا بقى يغسلوا الدم مكانها وكاتبين تحتها هذه ليست خراف مسبوحة في أول يوم في العيد إنما هم مسلمون في غزة يعني دول ناس تاتلوا في غزة تحت القاس وبينظفوا الأرض من الدم بتاعهم عشان الناس تعدين وعشان الناس تنطلق ولا يتمزق قلبها بهذا الأمر كام أم هناك اتحرق قلبها على ابنها وكام أب هناك اتحرق قلبه على ابنه وكام 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 يعني إخواني في الله هناك من ينتظرون العيد وهناك من لا ينتظرون إلا أن يتوقف عنهم القصف فهل أدركت بأي عيد نفرح حسيت العيد داخل على الأمة والأمة أحوالها إيه ومصر أحوالها إيه والعرق أحوالها إيه والشام أحوالها إيه وفلسطين أحوالها إيه والدنيا كلها والمسلمين في وسط إفريقيا في تشاد وغيرها وهم يشردون اضطهادا لدينهم أحوالهم إيه والمسلمين في الصومال أحوالهم إيه هل تمزق قلبك لأحوال المسلمين في الأمة هل تفاعل قلبك مع أحوال المسلمين في الأمة هل أحسست بآلامهم وأمالهم ولا مش مهم المهم أن أنا الوقت كويس والمهم أن أنا عارف الوقت أعيش حياتي خلاص بقى يعني من من يتفاعل مع هموم الإسلام الرسالة الثانية عشر صفحة بيضة انت خارج من رمضان низلاتي صفحة بيضة اوعت شخبط فيها تاني اوعه تبوزها تاني ربنا جاب لنا موسم نضفنا فيه نضف لنا صحيفنا فيه الصحيفة فارمتت من المعاصر اللي كانت فيها ربنا مخرجنا من رمضان بإذن الله وحده صفحة بيضة اوعى تسودها تاني اوعى تبوزها تاني اوعى تشخبط فيها بالمعاصر والذنوب والأثم والسيئات تاني اوعى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني من علينا بأذيل مننا اوعى بقى لأنك ما انتقاش دعم انتعيش كمان للرمضان اللي بعده كل يوم بيموت على وجه الأرض ربع مليون إنسان يعني من رمضان للرمضان بيموت على وجه الأرض مئة مليون إنسان يعني من النهاردة يا جماعة على حد واحد رمضان الجاي هيموت مئة مليون بني آدم في واحد مننا عائل متخيل انه هو لا يمكن يبقى من المئة مليون دول في واحد مننا ممكن تفكيره وصله إن لا 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 هم مئة مليون بس أنا مش منهم ولا يمكن أبقى منهم في حد مننا يا طرح يبقى فيهم كم شاب ويا طرح يبقى فيهم كم امرأة ويا طرح يبقى فيهم كم طفل ويا طرح يبقى فيهم كم واحد ولا مريض ولا نم على سرير ولا نايم على فرشة مرض وكم واحد فيهم هيموت فجأة وكم واحد فيهم هيموت على طاعة وكم واحد فيهم هيموت على معصية يا طرح أخواننا مئة مليون بني آدم هيموتوا على ما رمضان الجاي يجي يا ترى انت بتخيل انك ممكن تبا منهم يبقى انت الوقتي اعتبر ان دي الفرصة الاخيرة لك في الحياة خلاص الحمد لله هل هتضيع الفرصة دي تاني الرسالة الثالثة عشر اتبع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اتبع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله جاهد للنهاية يا جماعة النبي ما كانش موسمي في العبادة بتاعته عليه الصلاة والسلام ما كانش موسمي منظر النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بأيام وهو رايح يمرد في غرفة السيدة عائشة وسيدنا علي بن ابي طالب واخد ايد للنبي كتف للنبي على كتفه وسيدنا العباس سند النبي من الكتف التاني واخدين النبي عليه الصلاة والسلام لحجرة السيدة عائشة ويقول الراوي ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطاني في الارض يعني ايه تخطان يعني النبي بعد 23 سنة حملة للرسالة ما عادش قادر يمشي على رجليه عدم تشال ورجليه قاعدة عارف لما واحد قدم رجليه خلاص تنسب وقاعدة رجليه تخط في الارض خط كده يعني لو ماشي على رمل تعمل خطين في الرمل ما عادش قادر يمشي على رجليه بعد 23 سنة قيام حتى تفطرت قدماه بعد رحلة الطائف اللي قذف اخرها بالحجارة بعد تسعة ايام ماشي على رجليه عشان يدعو الناس الى الله وفي النهاية يقذفوا الرجلين اللي بزلت المجودة عشانهم يقذفوها حتى يدموها بالدم بعد 23 سنة وقفة على رجليه في الغزوات 130 غزوة وسرية 130 دولة دخلت 130 حرب في تسعة سنين في ناس بزلت عشان ربنا كده في ناس تعبت عشان ربنا كده اين نحن من هؤلاء اين تلك الامة التي قعدت عن الجهاد واجمعت على القعود عن الجهاد ولغت كلمة الجهاد من حياتها حتى وزارة الجهادية خلوها اسمها وزارة الدفاع ولغوا كلمة الجهاد من الامة من امة دخلت 130 حرب عشان لتكون كلمة الله يا العليا فما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وجثيرة العرب كلها تدين للحب الوحدانية وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة وعشرين سنة كانت راية الاسلام بترفرف على نصف القرى الارضية على نصف القرى الارضية كانت راية الاسلام بترفرف وفي النهاية بعد رجلين النبي تلاتة وعشرين سنة واقف في قيام الليل تلاتة وعشرين سنة في الجهاد تلاتة وعشرين سنة في الدعوة الى الله يطوف بين الخيام في ميناء ويطوف بين القبائل في العرب رجلين استحملت اللي مفيش بشر يقدر يستحمله وفي النهاية رجلين النبي عليه السلام ما عادتش قادرة تشيله يذهب ليمرض في مرض موته عليه السلام ورجلاه تخطاني في الارض نبي عليه السلام يطلع في شعبان غزو الدان المصطلق يجي من غزو الدان المصطلق في رمضان على حديثة الافك يفضل المجتمع يلف في حوالين نفسه شهر اخر رمضان المشركين مسبتين شوال معاد سنوي لحشد القوى العربية من اجل القضاء على الاسلام في المدينة الاحزاب جايين عشر تلاف واحد يفضل المسلمين عشرين يوم ما ينموش يحفروا الخندق بعد كده يجي المشركين حوالي شهر حصار قاتل على المدينة يخلص الحصار النبع ليسا سام يقول للصحابة لا يصليين احدكم العصرة الا في بني قريضة صحابة لسه اول صلاة يصلىها في بيوتهم صلاة الظهر واللي مراته بتطبخ له واللي شهر ولا شهرين مش شايفين قدامهم والنبي يقول لهم في الدور ما حدش يصلي العصر اللي في بني قريضة يعني ما حدش عند وقت يروح بيته اصلا يجري يجيب السف ويطلع يجري لا يصلي ويفضلوا حصار بني قريضة حوالي تمنتاشر يوم او عشرين يوم يا جماعة الناس دي بازلت الناس دي بازلت الناس دي ما كانتش طريق حياة طريق حياة حتى تلقى الله لذا الوقفة الرابعة عشر والاخيرة وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى احنا الوقت في اقصى المدينة قاعدين نعبد ربنا هنبقى رجل يسعى بعد رمضان هننزل الراجل ده بعد التربية في الخلوة نزل عمل بطولة ربنا خلينا في القرآن انت ناوي تنزل الواقع بعد رمضان انت ناوي تشتغل في الدعوة الى الله بعد رمضان انت ناوي تكافح من اجل اصلاح بيتك واولادك بعد رمضان انت ناوي تغير حياتك بعد رمضان انت ناوي تخرج من رمضان رجل يسعى ولا زيها زي ما كانت قبل رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى والصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك أما بعد الوقفة الخامسة عشر الثبات بعد رمضان نسبة إزاي بقى عايزين نركب حزمة أمان كده عشان ما نتقلبش بعد رمضان نسبة إزاي أنا مش متخيلة جماعة إن النبي في أول جلسة أعدها مع الصحابة عليه الصلاة بعد رمضان سيدنا معاذ بن جبل قال له يا رسول الله كيف الثبات بعد رمضان إزاي ما نرجعش تاني للمعاصي بعد رمضان ولا سيدنا مصعب قال له يا رسول الله إزاي الواحد يثبت عليه بقى إخواننا يقينا ما حدش بالصحابة كان بيسأل السؤال ده أصلا يقينا لأن الصحابة كانوا أعلى من كده كيف نسبة بعد رمضان هو المتوقع ما كيف ننطلق بعد رمضان كيف ننطلق إلى الله بعد رمضان الصحابة ما كانوش بيسألوا هذا السؤال العجيب الذي ينم إن في ناس كتير مننا ما دقتش فعلا لذة الصلة بالله سبحانه وتعالى في رمضان إخواني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت خواتيمهم ما كانش يا أخواننا عند الصالحين حاجة أسماء إن الدين يقف ما فيش حاجة أسماء إن الدين بيتخذ منه أجازات وقت الظروف الاجتماعية ووقت المناسبات والأفراح والمياتم الصحابة ما حدش منهم خد مرة أجازة مرضي ولا أجازة تحسين داخل ولا أجازة شهر عزل الصحابة في ليلة الدخلة والجهاد لأحد ينادي فيخرج يوم الصباحية بتاعه يوم الصباحية إخواني في الله سيدنا إبراهيم يقول لربنا رب أريني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن ده خلبي يطمئن قلبك ده أنت يا إبراهيم لسه واقف قدام النمرود بتقوله إن الله هيأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب ده أنت لسه واقف قدام قومك بتقولهم أيه الفريقين يا أحق بالأمن إنت عايز اطمئنان بعد كده إيه إنت عايز إيه المؤمن لا يرتاح بأي مستوى يصل إليه طموح المؤمن لا يتوقف عند حاب الملائكة تقول لله في صورة البقرة ونحن نسبح بحمدك ونقدسه لك إحنا عادين نرق الإيمان في قلوبنا لك يا رب أنت لسه مش راضين بالمستوى اللي وصلت له هو عظمت ربنا لا حدود لا كذلك الإيمان لا حدود لا ومقامات الإيمان لا حدود لا المؤمن إنسان طموح فعلاقته بربنا بص لموتة أبو أيوب الأنصاري وهو عنده 91 سنة وراكب السفن مع المسلمين في فتح بلاد الترك وحس إنه هيموت قال لهم إن أنا ميت فلا تدفنوني ما ترمونيش في البحر القانون البحري إن لو عدى يعني 24 ساعة أو ليلة لا أذكر ها الميت يترمى في المية لو لم تعبر السفنة على أرض فبيقولهم إذا أنا ميت فلا تدفنوني ولكن انتظروا حتى تصلوا إلى أرض الجهاد ادفنوني هناك حتى إذا لقيت ربي قلت له يا رب جاهدت فيك حية وجاهدت فيك ميتة جاهدت فيك حية وجاهدت فيك ميتة موتت معاذ بن جبل وهو ماسك القرحة بتاعة الطعون اللي طلعت في إيه وهو لسه شاب صغير عنده حاجة و30 سنة وقعد يبصها ويقول اللهم إن هذا قليل وإنك تبارك في القليل وإنك تبارك في القليل اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لغرس الأجهار ولا لفض الأبكار يا رب انت عارف أننا لا كنت أحب الدنيا لعشان نساء ولا عشان أراضي زراعية وأطيان اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا إلا لضمأ الهواجر إلا لضمأ الهواجر ولطول القيام بين يديك ولمزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم انت تعلم يا رب أني ما كنتش أحب الدنيا دي غير عشان الصيام والقيام وحضور الدروس اللي بتزود العلم وبتزود الإيمان وبتشحن القلب أنت تعلم يا رب أن التلاتة دول هما كانوا متحد حياتي وهم كانوا طريقي للوصول إليك أنت تعلم يا رب منهك تربوي متكامل ويقبل الطاعون ويقول اللهم إن هذا قليل وإنك تبارك في القليل اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لغرس الأجهار ولا لفض الأبكار ولكني كنت أحب الدنيا لضمأ الهواجر أي الصيام في الأيام الصائفة الحرة الطويلة ومكابدة الساعات بالليل طول القيام بين يدين ربنا ولمزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم حضور الدروس العلمية والإيمانية من أجل شحن القلوب والترقي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى دي كانت خاتمة معاث بن جبل وهو بيموت خاطب الموت وقال أخنك خنقق فوالله إني أحبك بيكتب للموت رسالة شعرية رسالة حبه وبيموت سيدنا عكرمة بن أبي جاهل وبيموت هيموت على بق نقطة مية يجبوله المية أخوه الجريح في نفس معركة اليارموك عايز مية فيؤثر أخاه على نفسه بشربة الماء قبل أن يموت الوقت ممكن المسلم يقتل المسلم في طبور العيش عشان خد مكانه عشان خد مكانه أو يولع فيه في البنزينة عشان مين اللي يمون الأول أو مين اللي يعب الجركن اللي معه الأول وقتها آثر أخوه بشربة المية وهو بيموت ومات فمآناً لوجه إيثاراً للأخوة ما كانش عشعة الأخوة ما كانش مات عليها دي متاتهم إخواننا مصعب بن عمير اتقط عربة حتت قدام النبع عليه الصلاة والسلام في غزة أحد وهو يمسك الراية بشماله ويمسك السيف اللي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه ودي كانت نهاية الصحابة النورانية الناس دي اللي اللي عاشت كده ما كانتش ماتت كده عايز تموت كده لازم تعيش كده إنما اللي سطره وسطره ده مش هيوصل لحاجة اللي عامل زي حلت ماية بتغلي وقعدين نحط فيها حتة اللحمة دقيقة ونشيلها ساعة ونحطها دقيقة ونشيلها ساعة عمر اللحمة دي ما تستوي لو المؤمن ما تحطش في بيئة الإيمان حتى مستمرة مش هيستوي إنما يجي رمضان نعبد شوية وبعد كده ننام وبعد كده عشرز الحجة نعبد شوية وبعد كده ننام وبعد كده يا أخوات يا أخواتنا اللي قاعد يدخل في جو الإيمان ويطلع منه ده هيستوي إزاي الإيمان هيستوي في قلبه إزاي هيثبت على طريق ربنا إزاي نحن نريد أن نكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا سبيل لأن نكون معهم في الجنة برحمة الله وحدة سبحانه وتعالى إلا أن نسير على طريقهم في الدنيا مرة تانية يا جماعة إنما الأعمال بالخواتم خمستاشر وقفة خمستاشر رسالة في وداع رمضان وداعا رمضان ساعات ويصبح رمضان ذكريات خمستاشر رسالة واحفظهم كويس جدا وافتكر ملامحهم افتكر أن رمضان بداية وليس نهاية افتكر أن خارج صفحة بيضة اوعد بوازها افتكر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اخرج راجل من رمضان افتكر ولا تكونك التي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثة اوعد هد اللي انت بانته في رمضان افتكر بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان اوعى تنتكس بعد عبادة رمضان افتكر فإذا فرغت فانصب اوعى تريح وإلا الشيطان ينشك في الطريق افتكر افتكر كل معنى عيشنا معا النهاردة عيشنا معاه مع الرسائل بتاعة وداع رمضان افتكر أن انقضى رمضان وسينقضى العمر كما انقضى رمضان افتكر من المقبوله فنهنيه ومن المطروده فنعزيه افتكر أن لك إخوان مش مستنيين العيد مستنيين مين اللي هيموت منهم قبل العيد مين اللي هيصلوا عليه جنازة قبل العيد افتكر كل معنى من معاني الإيمان افتكر أن من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت افتكر أنما الأعمال بالخواتيم لسه ساعات على نهاية رمضان يا جماعة لسه ليلتين لسه فصلين في الكتاب اوعى تعمل زي طالب السنوية العامة اللي جي في اخر فصلين وقالا نسيت مش هزاكرهم يضيع كل حاجة يجي منهم السؤال الرئيسي يضيع كل حاجة ليلة القادر ممكن تبقى ليلة 29 وممكن تبقى ليلة والنبي عليه السلام في البخاري قال التمسوها في العشر الأواخر لتسع مضاين ليلة 29 والنبي عليه السلام قال التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن هو الشيخ الألباني والنبي عليه السلام قال إذا كان آخر ليلة من رمضان يعطق الله من عباده قدر ما أعطق طيلة الشهر جوائز النهاية جوائز اللي هيواصل للنهاية اوعى تستقبل رمضان بحفاوة وتودع بفتور المتصابق في آخر السبق بيجيب آخره بيموت نفسه عايزين نتصابق وعايزين نكمل بالنهاية وعايزين نفوذ بجائزة الخواتيم فإنما الأعمال بالخواتيم اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد فزنا بليلة القدر يا رب اللهم أعلي هممنا في طاعتك حتى آخر لحظة في رمضان اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئتنا وفرجت كرباتنا وشفيت أمراضنا وأديت الدين عن مديننا اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد شفيت أمراضنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا وهديت قلوبنا وذكيت نفوسنا اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعطقت من النار رقابنا يا رب يا رب اللهم كما أعنتنا في رمضان فأعنا بعد رمضان اللهم كما يسرت لنا الصيام في رمضان فيسره لنا بعد رمضان اللهم كما وفقتنا للقيام في رمضان فوفقنا له بعد رمضان اللهم كما فتحت لنا أبواب رحمتك في رمضان فافتحها لنا بعد رمضان يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصرهم وأيدهم اللهم دفع عنهم اللهم ادفع عنهم اللهم زلزل اليهود اللهم انتقم من اليهود اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك يا رب العالمين اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم دفع عن إخواننا في غزة اللهم أيدهم اللهم أبدهم بمدد من عندك اللهم أصلح أحوال أمة محمد يا رب اللهم ألف بين قلوبنا وأخر الشياطين الإنس والجن من بيننا اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم تسلم منا رمضان وسلمه لنا وبارك لنا فيما بقي منه وبارك لنا فيما بعد رمضان يا رب العالمين لن تطاع إلا بإذنك يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتبريك